هذا الاجتماع الافتراضي للفيرتشوال ميتنج سوف يبدأ بعد حوالي نصف ساعة من الآن تحديدا عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي بمشاركة ليسترس وزير رئيسة الوزراء البريطانية مع قادة الجي سيفن بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي تين داونينج ستريت قالت في بيانها الصحفية قبل قليل إن رئيسة الوزراء البريطانية في كلمتها في هذا الاجتماع سوف تدعو قادة الدول القادة الجي سيفن إلى الاستمرار في الدعم وفي فرض العقوبات التي وصفها البيان بالقاسية على روسيا وتأثيراتها الكبيرة على آلة الحرب الروسية عبر تجفيف مصادر الأموال ما يضعف آلة الحرب الروسية أيضا سوف تدعو رئيسة الوزراء قادة الناتو إلى الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارسة تطورات الميدانية في أوكرانيا خاصة بعد التصعيد الكبير الذي شهدته أوكرانيا يوم أمس بالقصف الذي طال العاصمة كييف ومناطق متعددة في الغرب وأسقط قتلى وإصابات ودمر العديد من المباني رئيسة الوزراء البريطانية قالت خلال المكالمة التي أجرتها يوم أمس مع الرئيس الأوكراني إن بريطانيا تدعم أوكرانيا بكل السبل وتدين بأشد العبارات الهجمات الروسية التي طالت أوكرانيا يوم أمس مؤكدة أن الدعم البريطاني لأوكرانيا سوف يستمر صلاح الدعم البريطاني لأوكرانيا رصد هذا العام مبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه سرليني مقدمة من بريطانيا إلى أوكرانيا ورئيسة الوزراء تقول أن هذه المبالغ التي تدخل لدعم الأوكرانيين ليست فقط في المجال العسكري لكنها أيضا تخدم المجال الإنساني في الصمود أمام ما تشهده أوكرانيا من عملية عسكرية روسية رئيسة الوزراء أيضا من المنتظر أن تقول وفق البيان الذي أصدره تين داونينج ستريت أن هذا الدعم يؤدي إلى فرص انتصار أوكرانيا في هذه الحرب حمر هنا أتوقف معك عند هذه النقطة المساعدات العسكرية البريطانية ربما تعالت في الأيام الماضية المطالب الأوكرانية بزيادة هذا الدعم العسكري الأوكراني أو الغربي لأوكرانيا هل هناك أي خطط بريطانية جديدة لزيادة هذا الدعم العسكري؟ الدعم مستمر وغير منقطع ومتواصل ومكثف من قبل بريطانيا لكن لا خطط جديدة معلنة عن زيادة ما هو قائم بالتأكيد هذا يترك للاستخبارات والخارجية وتقييم الأوضاع على الأرض وإذا ما كانت أوكرانيا بحاجة فعليا إلى المزيد من آليات الدعم فإن بريطانيا لن تتردد في إيصال هذا الدعم لأوكرانيا لأنها باختصار لندن تقف خلف كييف بقوة تعتبرها روسيا مواجهة مباشرة بين لندن وموسكو كما تقول روسيا وقمقال السفير الروسي هنا في أكثر من مرة منددا بالدعم وحجم الدعم البريطاني لأوكرانيا لكن ما هو معلن أن بريطانيا وفق آخر الأنباء تتواصل في الدعم ومع اقتراب فصل الشتاء فإنها سوف ترسل وهذا مجدول سوف ترسل آليات دفاعية لها علاقة بالحماية الجنود الأوكرانيين من التقص البارد وتسليحهم بالعتاد المناسب مع حالة التقص البارد نحن كما قلت ندخل في فصل الشتاء والتقص الجوي يؤثر بشكل كبير على سير المعارك خاصة في البقعة الجغرافية في روسيا وأوكرانيا حيث ترسل دائما القفاض أحد في درجات الحرارة أكثر من سالب عشر إلى سالب عشرين تحت الصفر فبالتالي الأمور تصبح أصعب في أشتاء لكن بريطانيا تقول أنها سوف ترسل وهذا مجدول كما قلت ما تكفلت به وما تعهدت به لأوكرانيا لدعم الأوكرانيين صراح أشير اللقطة جاءت في بيان تين داونينغ سريت هي أن رئيسة الوزراء تؤكد أن أوكرانيا ملتزمة بنسبة 100% للوصول إلى سلام وإنهاء هذه الحرب وبريطانيا تدعم كل الجهود التي تحقق ذلك لكنها تدين بشكل واضح ما قامت به روسيا من عمليات استفتاء ضمت من خلاله كما يقول البيان أراضي أوكرانية بشكل غير قانوني هذا الإجراء مندد ومرفوض من قبل بريطانيا إلا أنها تقول أن المفاوضات أو أي فرص لتحقيق السلام فإن أوكرانيا ملتزمة بها والغرب بقيادة بريطانيا أيضا ملتزم به